اشتركوا في القناة بجريمة القتل التي رحى ضحيتها الشاب سليمان نزيه مصروى البالغ من العمر 25 عاما واصيب فيها الشاب ساهر حشية من بلدة اليامون في منطقة جنين بجروح وصفت بانها احرجة واعلن خلال الاجتماع عن الاضراب الشامل الخميس في كفر قرع اضافة لرفع رسالة واضحة للحكومة الاسرائيلية وتحميلها المسئولية الكاملة والمطالبة بخطوات عملية لاجتثاث الجريمة من المجتمع العربي كما واجمع الحضور على ان مقتل الشاب سليمان مصروى يعني ان لا احد محصنا من الجريمة التي ستطال الجميع وتشير الاحصائيات الى ان افة العنف في المجتمع العربي حصدت ارواح ستة اشخاص منذ بداية العام الجديد اي بمعدل قتيل كل يوم قررت الحكومة الاسرائيلية تشديد شروط الاغلاق المفروض في البلاد لمدة اسبوعين على ان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فجر يوم الجمعة وان يشمل اغلاق المدارس مع عدد تعليم الخاص ومن بين القيود الاضافية ايضا اقفال كافة اماكن العمل باستثناء الحيوية منها وعدم السماح للزبائن بالتوجه الى المطاعم والمقاهي لاخذ طلبياتهم وتقليص التجمهر في المناطق المغلقة الى خمسة اشخاص فقط والمفتوحة الى عشرة اشخاص كحد اقصى اضافة الى تقليص حركة المواصلات العامة الى النصف فيما تقرر ابقاء مسافة الخروج من المنازل عند الالف متر وسيكون بامكان من اشترى تذكر الطيران قبل بدء الاغلاق مغادرة البلاد خلال فترة الاغلاق المشدد اما القادمين الى اسرائيل من الدول الحمراء سيخضعون للحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك لمنع انتشار الطفرة الجديدة من الفيروس ومن اجل دخول الاجراءات حيز التنفيذ فان الحكومة بحاجة الى موافقة الهيئة العامة للكنيسة على بعض القيود المفروضة وفي تسجيل مصور نشره رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو دعا الكنيسة الى اقرار الاغلاق المحكم باسرع وقت ممكن مؤكدا ان اسرائيل في خضم وباء عالمي ينتشر بمنتهى الصرعة مع الطفرة الجديدة مشيرا الى انها وصلت الى اسرائيل وتحصد حياة كثيرين وبدوره قال مدير عام وزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي انه يجب فرض اغلاق محكم ولفترة قصيرة لان الحالة الوبائية في اسرائيل تشهد تدهورا خطيرا قالت وزارة الصحة الاسرائيلية ان ما يقارب ثماني الاف اصابة جديدة بفيروس كورونا تم رصدها خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة وهي اعلى نسبة عدد اصابات منذ بدء انتشار الوباء وفي هذا الصياق حذر مسؤولون في وزارة الصحة الاسرائيلية من انتشار طفرة كورونا الجديدة التي اكتشفت في بريطانيا فيما قالت رئيسة خدمات الصحة العامة الدكتور شارون الروي برايس ان الطفرة البريطانية تلعب دورا هاما في انتشار وباء كورونا كما ونقلت وسائل اعلام عن منصق كورونا بروفيسور نحمان ايش قوله انه توجد قرابة 30 اصابة مؤكدة بتفرة كورونا وانتقلت العدوى منها الى 189 شخصا اغلاق ثالث مشدد تفرضه الحكومة لزيادة التقييدات على حركة المواطنين بعد ارتفاع قياسي في عدد الاصابات والوفيات بالاضافة الى توقعات بزيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل وقد تصلوا الى الضعف ضمار بس وانا بطلت آمن يعني انه بوع دولي بالباسح رح ترجع الحياة كله كسبة كبيرة يعني حتى التطعيم أثبت انه مع انه الطعامنا مش راح يوقف هذا الوباء وفي الشيء قياديين بهاي الدولي اللي يخذوا قرارات مضبوطة وينفزوها ولهذا السبب الناس بطلة تتآمن في قرارات الحكومة اللي عم تطلع أنا كعامل في أوتيل فبأتر عليه من شهر ثلاثة يعني انا قاعد بالشغول فكتير بأتر الاشي يعني من ناحية نفسية ومن ناحية مادية يعني اكيد الاشي لاصحاب المصالح اللي هن وضعهم اكتر ميزانية اعلى اكيد الاشي بأتر اكتر وللأسف الشديد احنا بحكي عن وسطنا العربي كان مدن ولا كرة الوضع شيلي يعني بحكي لك يا شيلي اكثر شي متأترين احنا الوسط العربي من مصالح من عمال من مؤسسات حتى كان بلديات ولا شيء كله تأثير والوضع الاقتصادي صعب جدا اما بالنسبة للتسكير الدرجة الثالثة اللي حكوا عنها الحكومة ويوم الخميس الجمعة ايش هدف الحكومة بس ربنا بيعلم ينص فرض الاغلاق على تعطيل السلك التعليمي واغلاق المدارس بشكل كامل وعدل السماح بالذهاب لاماكن العمل واغلاق المصالح التجارية لتستثنى اماكن العمل الحيوية مع اغلاق ابوابها في السابعة مساء ويستمر الاغلاق المشدد لمدة اسبوعين ويأتي هذا القرار مع فشل الحكومة في الاغلاق الجزئي والذي فرضته منذ كانون اول الماضي طلع الساحة طلع الوضع الكثير فيه ساعد وعملوا اول مرة كان اول مرة كان فيه اغلاق كان فيه خوق كان فيه الناس تخوفت شوي منها الوضع وسكرت وكان فيه نتيجة ميحة فاليوم اذا بتسكر او بتفتح النفس النتيجة بس الضرر بيثير على العمال زيه زي قبله ونفش الناس والناس هذا الساعد يعني فيه ناس بتلزم فيه اللي عنده واسطة اللي عنده واسطات بتلزموش فيه بعدين الساعد هذا مسيس يعني فيه ناس اللي بتستعمله لتستغل الناس بتسوهم فيه المصاري وفيه ناس اللي بتنزل تحت الارض اكتر والفكر بزيد فكر والغنى بسيد غنى بينما تعمل الحكومة حاليا على خفض معدل الاصابة يعاني المواطنون وبشكل خاص في المجتمع العربي صعوبة الوضع الاقتصادي وما خلفه فيروس كورونا منذ بدايته العام الماضي لتصل نسبة العاطلين عن العمل لأكثر من مصد في مليون مواطن حيث تشير أخر الإحصائيات إلى إخراج أربعة وأربعين ألف مواطن لإجازة دون راتب في بداية الإغلاق الأسبوع الماضي طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو من المحكمة المركزية في القدس تأجيل تقديم رده على لائحة اتهام ضده بمخالفات فساد وذلك إثر تقديم لائحة اتهام معدلة في الملف المعروف إعلاميا بأربعة آلاف ومن المقرر أن تعقد جلسة المحكمة لتقديم الرد في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل وطلب محامية نتنياهو تأجيل تقديم الرد على لائحة الاتهام المعدلة حتى الثالث من شباط المقبل على الأقل وحسب جدول مواعيد جلسات محاكمة نتنياهو فإنه من المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة خلال الشهر المقبل لكن لم يتم تحديد التاريخ للجلسات ويعتزم محامية نتنياهو حسب وسائل إعلام تغيير موضوع البحث في المحكمة والمطالبة بإلغاء لائحة الاتهام بالدعاء أن النيابة العامة لم تسلمها مصادقة المحكمة على بدء جلسات التحقيق ضد موكلهما كما ينص القانون قالت صحيفة معارف الإسرائيلية إن حزب الليكود أمل بأن يجمع سموتريتش حوله مجموعة من الطيار الدين القومي الذين يعتمرون القلنصوات المنسوجة وأن ينجح بتجاوز نسبة الحسم ونقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود قولها إن قائمة قلنصوات المنسوجة موحدة وقوية بشكل كاف من أجل أن تتجاوز نسبة الحسم هي ما يحتاج إليه الليكود ونيتنياهو وإذا حدث ذلك سيبذل الليكود جهدا من أجل مساعدة هذه القائمة بالنجاح في الانتخابات هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخلاف بين بينت واسموتريتش ما زال مستمرا وفي مركز قائمة المرشحين ويطالب اسموتريتش بأن يكون لمرشحين من حزبه أربع أماكن بين الأماكن الثمانية الأولى في قائمة مرشحية مينا بينما يعارض بينت ذلك ويذكر أن بينت اتفق مع رئيس حزب هاتيكفا حدشا جدعون ساعر على توقيع اتفاق فائد أصوات بين حزبيهما كما اتفق رئيس حزبي يشعتي ديئير لابيد مع رئيس حزبي إزرائيل بيتينو أفكدور ليبرمن على توقيع اتفاق فائد أصوات بينهما وذلك من أجل منع تصرب أصوات إلى الليكود أظهر استطلاع للرأي العام أجرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حصول الليكود على 27 مقعدا يليه هاتيكفا حدشا برئاسة جدعون ساعر مع 18 مقعدا هذا ويحصل تحالف يمينة برئاسة نفطال بينيت على 14 مقعدا بينما يحصل تحالف يشعتي ديليم على 13 مقعدا فيما تستمر القائمة المشتركة في التراجع وتحصل وفقا لاستطلاع الرأي على 10 مقاعد فقط ووفقا لنتائج استطلاع الرأي سيحصل كل من حزب شاس ويهدود هاتورا على 8 مقاعد لكل منهما كما ويحصل حزب هايزرائيلي من الذي أسسه رئيس بلدية تل أبي برون خلداء على 6 مقاعد وكذلك حزب يزرائيلي بيتينو هذا وسيحصل كل من حزب ميرتس اليساري وكاحول لفان على 5 لكل منهما طالبت الهيئة العربية للطوارئ بواسطة جمعية يسيخوي والجليل في رسالة مستعجلة إلى وزارة الصحة وسناديق المرضى بالحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالتطعيم وتوزيع محطات التطعيم ضد فيروس كورونا في المجتمع العربي وأكدت الرسالة على أن نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالتطعيم والخاصة بالمجتمع العربي وإتاحتها للهيئات المهنية وللجمهور الواسع هو بمثابة خطوة ضرورية من أجل تخطيط وتطوير السياسات الملائمة بطريقة متساوية ومناسبة للإحتياجات وخصائص المجتمع العربي كما أشارت الرسالة إلى وجوب توفير التطعيمات في القرى غير المعترف بها في منطقة النقب مع التجديد على أهمية إدخال محطات تطعيم متنقلة تعمل بالتنصيق مع الهيئة والسلطات المحلية في البلدات النائية والصغيرة أدانت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في بيان لها إقدام قوات دائرة الأراضي الإسرائيلية والمعززة بقوات شراطية من وحدة يؤاف على حرث وإبادة المحاصيل الزراعية بالقرب من مدينة رهط ومن جهتها أعربت اللجنة الشعبية في رهط عن استنكارها لهذا العمل بحق عشرة لهزي المالكة الأرض وطالبت بفتح ملف تحقيق في هذه القضية فيما أكدت اللجنة على أن هذا العمل هو امتداد لسلسلة عمليات قامت بها سلطة التوطين في مدينة رهط خلال السنوات الماضية والتي من شأنها التضييق على المواطنين في المسكن وفي الحياة الاقتصادية التي يقتات منها أصحاب الأراضي في ظل ارتفاع آفة العنف في المجتمع العربي عامة تجرى في المركز الجماهيري في رهط في النقب دورة تجسير وحوار وحل مشاكل بمشاركة رجالات مجتمع من المدينة بهدف تعلم السليب جديدة وتطوير المهارات وذلك لمواجهة وتسوية النزاعات في المجتمع منذ بدايتها لا شك مثل هذه الدورات تعطي دفع إلى الأمام من أجل مواجهة آفة العنف والمشاكل الموجودة في المجتمع العربي الذي يعاني من التخريب وفقط في الأيام الأخيرة قاموا مجهولون بحرق مدرسة التقوى لا أدري ماذا عمل أو صرح علمي زي هذا يخدم مئات الطلاب من أبناء مجتمعنا يقوم بحرق هذه المدرسة للأسف الشديد نحن نشجب ونستنكر مثل هذه الأعمال علينا تصدي لها بكل قوة نحن اليوم في دورة الإصلاح في الدورة الثانية من السنة الفاتة تسوناها وكملناها اليوم للتطوير وفي كثير رجال الإصلاح اليوم اللي نحن نشوف المجتمع بحاجة إلى هذه الدورة ونتأمل إن شاء الله أن الدورة هذه يكون منها فائدة لأن فعلا نحن دخلنا في الدورة هذه كثير من الرجال الشرطة يعني عشان ناخذ القانون دورة التجسير والإصلاح التي يقوم عليها قسم الرفاه الاجتماعي في بلدية رهط تأتي في إطار حل النزاعات والمشاكل من خلال الحوار والاتفاق وبلورة رؤية مجتمعية وإنشاء بنية محلية تقوم على شراكات مع مختلف الجهات بهدف إنشاء آلية شرعية وعنوان لكل من يريد التوصل إلى حل لمشاكله كما تعلم مجتمعنا كما قلت يعاني من مشاكل كثيرة في الآون الأخيرة وطبعا نحن كمجتمع يجب علينا أن نواجه هذه المشكلة العويصة التي ربما أصفها بأنها حرب أهلية للأسف الشديد لذلك علينا أن نعمل في كل المجالات بمجال الإصلاح في المجتمعات في هذه الدورة التي تجري الآن في مدينة راهط برعاية البلدية وهو قسم رفاه الاجتماعي مهتمون بالقضاء العشائري يؤكدون أن رجالات الإصلاح الأوفياء هم رقن مهم في رأب الصدع ومكافحة ظاهرة العنف إلا أنهم يعانون أيضا من التهميش من قبل المؤسسات الرسمية التي أضعفتهم ما يؤدي أحيانا إلى تدهور الأمور بين العائلات المتنازعة بصورة لا تحمد عقبها رحبت الرئاسة الفلسطينية بمواقف دول مجلس التعاون الخليج الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية وإدانة الممارسات الإسرائيلية في تغيير طابع وهوية القدس وسياسة هدم المنازل ورفض الضم والاستيطان والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الأمن 2334 ودعم الأونروا وذلك وفق ما جاء في بيان القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبردينة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر عن شكره وتقديره العميق للمواقف الواضحة والقوية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة التي عقدت في العلا والتي اعتبروا فيها أن القضية الفلسطينية هي قضية العربي والمسلمين الأولى ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران عام 67 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية وكان بيان القمة الخليجية قد أكد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما وأعرب بيان القمة عن إذانته لقيم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس وعلى رفض أي توجه إسرائيلي لضم أي جزء في الضفة الغربية إلى إسرائيل معتبراً ذلك مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يحط الفرح راحاه هنا في مدينة بيت لحم الرمز السلام محاطاً بتدابير صحية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا نعطيك مرحباً ومعهباً نوياً من القدس إلى بيت لحم وتحديداً هنا إلى كنيسة المهد وصلت مواكب بطريارقية الروم الأرتدوكس ومطرانية السوريان والأقباط والأحباش الأرتدوكس احتفالاً بعيد الميلاد المجيد بأعدادها الكشفية المقتصرة وعشرات المواطنين استقبلت المواكب الدينية الرسمية على وقع معزوفات كشفية أضافت قليلاً من الفرح هنا إذ غابت بهجة العيد بغياب ملايين الحجاج والمحتفلين بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في ظل تفشي جائحة كورونا أيضاً أجريت كثير من الإجراءات الأمنية والصحية الحواجز وأيضاً تقليل الأعداد ومنع أيضاً المشاركين من خارج المحافظة إلا للمشاركين الرسميين أو من قام بإجراء الفحوصات الطبية لذلك هذه الأجواء هي أجواء دينية أجواء بروتوكولية استاتيكو ديني يطبق من أجل أن تستمر الحياة وأيضاً أن تنبعث الأمل لأن هذه الاحتفالات الدينية هي أيضاً ترفع المناعة الدينية والمناعة الوطنية والمناعة الصحية وهي تساهم في رفع معنويات الأطفال والنساء والرجال فيها المحافظة وعندما العالم يتطلع إلى هذه المظاهر أيضاً يرى بأن هناك إرادة فلسطينية بأن تمر الأعياد وأن أيضاً نحافظ على صحتنا قدر الإمكان إذ أغلقت المداخل الرئيسة إلى مدينة بيت لحم وسمح فقط لمن هم من أبناء المدينة بالمشاركة في الاحتفالات كل سنة منروح منزول العالم وعم طاعم ومنلفلف وهيك ولكن هذه السنة لم يكن هناك أدحى ولم يكن هناك الكثير من الناس سطحين ولم يكن هناك نعيد الناس تعالي مدينة بيت لحم من غياب السياح منذ شهر آذار الماضي ما ألحق خسائر اقتصادية ضربت بقطاع السياحة الذي يعد الواجهات لمدينة بيت لحم ومصدر دخل مئات العائلات الفلسطينية في المدينة غياب السواح عن مدينة بيت لحم خفض الدخل لمعظم سكان بيت لحم معظم المصانع سكرت العمال طلعوا يشتغلوا بعضهم الأسرائيل بعضهم في بيوتهم بدون شغل الوضع كان خطير كتير والحد هلأ مستمر ولأمتى ما أحد يعرفه هذا يعني بده علاج سريع لأنه في عائلات كبيرة ما إلها دخل كانت من العائلات الغنية هلأ صوحة من العائلات الفقيرة بسبب توقف السياح ثقل أعالمي حملته الجائحة وهم من اقتصادية واجتماعية عاشتها البشرية جمعاء ما يقارب العام أمامها ترفع الصلوات من قلب كنيسة المهد ليحل السلام على الأرض وبالناس المسرع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة